ما معنى حديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أي وأنا مؤتمن عند أهل السماء معناه يعتقدون أنه أمين في إبلاغ الوحي يأتيني خبر من في السماء صباح مساء أي خبر الملائكة وقال بعض العلماء إن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا شكرا